بعث أو قائد العام للكوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان وقال وزير الدفاع إن ذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد ستظل رمزا للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وامتلاكها أسباب القوى والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى أفاق المستقبل مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يستلهمون قيم التضحية والفداء والعمل بكل تجرد لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها محافظين على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد للدود عن ترابنا الوطنية وحماية مقدرات الشعب المصرية وركائز أمنه القومي على كافة الاتجاهات كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي بينما أصدر الفريق أول محمد زكي والفريق أسام عسكر توجيها لتهنئة القاضة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين في قوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان